وارجعنا لكم تاني وفقرة تانية الفقرة التانية فقرة مهمة جدا لأي حد يعني بيحب بلده بشكل عام يعني أنا عن نفسي الجزء اللي احنا نتكلم فيه النهاردة وموضوع النهاردة هو بيبعث الفخر تمام زي الفول وبيبعث برضو الغيرة انه دي حكتي وانا عايزة ترجع تاني برا بيتفخروا بيها وبيحطواه في ميادين وي 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 وبتلف عليها والناس رايح حاجات السور قدامها وجنبها ووراها وتحتها وفوقها وابحاث وحاجات كتير جدا وهي بتاعتي في الاخر المفروض ان شاء الله بإذن الله ترجع تاني بلدها لقاء النهاردة هيكون عن جهود الدولة في استرداد الاثار وضيف الدكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الاثار المستردة وزارة السياحة والاثار اهلا نسأل بك فان اهلا نسأل شرفتنا جدا من نهاردة اهلا نسأل زي ما نقلت لك كيف مقدمة سريعا تمام اي حد طبيعي هيبغيرهم اه انا فخور جدا حاجتي او حاجة اجدادي المصيرين القدماء تمام بتظهر في كل لقطة وكل صورة فيلم اخبار حاجات كتير جدا تخص الدول برك اللي هي واخدها يعني او اللي هي موجودة عندها كيفية استرداد تلك الاثار تمام المجهودة اللي التم فيها ونتكلم بشكل اكتر تحديدا عشان وقت حضرتك نقول اخد سنتين او تلاتة طبعا في الحقيقة طبعا انا بشكر حضرتك جدا على المقدمة وعلى الغيرة والوطنية اللي موجودة وانا فخور ان انا موجود في تلفزيون بلدي تلفزيون الرسمي البلدي وان احنا نتكلم عن ملف مهم جدا ملف استرداد الاثار المصري قبل ما نتكلم عليه يكفي ان انا اقول لحضرتك علشان الغيرة والفخر في نفس الوقت ان ما فيش علم في العالم خد اسمه من اسم بلد الا علم الاجابتولوجي او علم المصريات وده فخر لمصر واثار مصر الاثار المصرية هي اثار نادرة ومميزة جدا وحتى لما بتعرض في الاسواق بتعرض باعلى الاسعار لان هي اثار فريدة طبعا ما تلاقيش ايش حضرتاني طبعا ما فيش اثار كل ما فيش متحف تقريبا من متاحف العالم الاثارية الا فيها مجموعة ولو صغيرة من الاثار المصرية وده يرجع لحاجات كتيرة جدا مصر من اوائل الدول اللي عملت قوانين لحماية وتنظيم عمل الاثار يعني هقول سيادتك مثلا ان احنا في 1912 كان اول صدرك اول قانون رسمي يسمى قانون القسمة وده كان بيقتسم الاثار ما بين البعثات الاجنبية العاملة في مصر والحكومة المصرية وده اللي موجود منه قطعة كتيرة جدا موجودة في المتاحف العالمية وده خرجت بين قسين كده بطريقة شرعية كان القانون يسمح بذلك ثم صدر قانون 1951 اللي هو رقم 215 حط قيود على خروج الاثار من مصر بس بتصريح من الحكومة المصرية وبرضو كانت الاثار بتخرج بشكل شرعي بشكل شرعي لان كانت تجارة الاثار برضو للناس لازم ان المصريين يعرفوا لما بنيجي نتكلم ان تجارة الاثار كانت تجارة مشروعة لحد 1983 لقد انا عرفها كانت تجارة مشروعة طبعا كانت تجارة مشروعة وكتير من المتاحف كانوا بيشتروا الاثار من مصر وكانوا بيعرضوها عندهم فكانت تجارة مشروعة طب احنا ليه عملنا فكرة الاسترداد عملنا فكرة الاسترداد لان احنا عندنا صدر قانون 117 سنة 1983 بتحريم تجارة الاثار والاهداء وخروج الاثار من مصر تخرج الا بطريقة واحدة فقط اللي هي طريق المعارض الخارجية المؤقتة 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 وترجع تاني وترجع تاني طب اللي خارج بقى بطريقة غير شرعية سواء قبل القوانين او بعد القوانين ده اللي احد بنشتغل عشان نرجعه اشتغلنا من الادارة دي انشأت في عام 2002 انشأها عالم الاثار الاشهر ووزير الاثار الاسبق الدكتور زيح واس انشأت عشان تتابع كل ما يعرض في صلاة المزادات وما يتم ضبطه في الموانين العالمية واسواك البيع سواء اونلاين او غيره عشان تتأكد انها خرجت ما بين القوانين بطريقة شرعية او غير شرعية ونجحت الادارة الحمد لله من 2002 لحد 2011 في استرداد 6000 قطع اثارية ومن بعد 2011 وحتى الان استردنا 29300 قطع اثارية وده رقم كبير جدا طيب انا ممكن استرد سؤال هل الاثار او قطع مسترده دي هل هي انواع ولا شاملة بقى يعني ما بين التماثير الصغيرة الكبيرة برديات مميوات معرفش يعني هل هي انواع ولا اعنا عم ندي رقم اجمالي لا ده الرقم الاجمالي بتاع كل قطع اي قطع اثارية اي قطع اثارية عندنا هي قطع اثارية تمثل جزء من التاريخ مهما كانت صغيرة ومهما كانت كبيرة بمعنى يعني انا بالنسبالي مش باسترداد القطع الاثارية فقط استرداد القطع الاثارية واسترداد معلومة اثارية معلومة اثارية تكمل التاريخ عندنا تكمل المعلومات عندنا البازل الكبير اللي عمك طبعا فأنا بتعامل مع القطع الأسرية زي بالظبط كده يعني مثل البلدي ما بيقول كلهم ولادي يعني صغير زي كبير القطع الأسرية تشمل كل شيء تشمل من عصور ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية والعصور اليونانية الرومانية في مصر والعصر الإسلامي والعصر اليهودي والعصر الحديث كل حاجة أي حضرة عدت على الأرض دي طبعا أي اسم ده إرس للشعب المصر ولما نتأكد أنه خرج بطارية غير شرعية بنعمل أن احنا نسترد استردنا مجموعة كبيرة جدا من القطع الأسرية مميزة جدا مميزة جدا هل ممكن نقول قطع أو اتنين طبعا طبعا يعني هقول لسيادتك مثلا لو حضرتك روحت أو أستاذا للمشاهدين راحوا متحف القومي للحضارة المصرية هيشوفوا التابوت الدهب اللي احنا استردناه من متحف المطبولة التابوت جميل جدا اسمه التابوت الكاهن نجم عنغ وده يزين متحف الحضارة المصرية مفيش زائر ولا وفد أجنبي ولا زيرات رسمية إلا لازم تروح بتتصور جنب التابوت ده لأنه قطعة مميزة جدا وفريدة استردناه في عام 2019 من متحف المطبولة ده لسه من طبعا واستردناه كمان في نفس المتحف هتلاقي فيه هيكل عظمي اسمه هيكل عظمي لنزلة خاطر إنسان نزلة خاطر الهيكل عظمي ده يعود عمره لستة وتلاتين ألف سنة قبل الميلاد وهو أول إنسان عاش على أرض مصر ومحطوط في المتحف القومي للحضارة المصرية لأنه ده اسمه متحف القومي للحضارات المصرية صحيح ده كأول إنسان أول قطعة في المتحف كأول إنسان عاش على أرض مصر استردناه من بلجيكا في 2015 والهاند أكس أو الفائس اليدوية اللي كان بيستعملها أنا عارف المهمة ده حطناها جنبه استردناها في 2017 لو حضرك روحت متحف شرم الشيخ أو متحف الغردقة أو متحف المصري في التحرير أو متحف الأكسر هتلاقي فيه مجموعة كبيرة من القطعة الأسرية المستردة إحنا بنرجع القطعة عشان نحطها في النور للناس ونقول لهم ده مجهوداتنا وده شغلنا وده حقنا كنت سألتك حضرتك سؤال وإحنا بره ابنا بنبدأ التصوير وطلبت مني الطلب معين بس المعلومة إحنا عايزين نقولها زي ما اتفقنا مع بعض تمام السؤال كان مضباشر للدكتور الشعبان قلتول أنا بشوف أثار كذا وكذا وكذا في دول كذا 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 نفسي تسترد نفسي ترجع عادية أثار علمية يعني حتى جزء منها مسافر بره بيتدرس ومش عارفين له مين فين حاجات كتير جدا من ضمنها قطعة اللي ارتدك عليها دي إعجاز يعني بيتدرس لقد رؤيتنا بيقولك حتى يعني لغاية مئة سنة قدام لس تمام الدكتور قال كلمة حلوة قوي قال لي أنا ما تتقلش كده بس أنا هشرح لك كيفية عملية الاسترداد عملية الاسترداد احنا أولا كل حاجة بنستردها كل قطعة بنستردها هي قضية والقضية بيبقى لها ملف يتم دراسته من كافة الجهاد المسؤولة في مصر احنا بنعمل مع ادارة التعاون الدولة في مكتب النائب العام المصري بنعمل مع وزارة الخارجية المصرية مع كافة الجهاد المصرية بنعمل على دراست كل ملف على حد وكل ملف يتم دراسته ويتم اتخاذ الإجراء اللازم فيه بالمقارنة مع قانون الدولة اللي بتتعامل معها طبع قوانين عندنا احنا نتعامل مع قوانين دولية بنتعامل مع اتفاقيات دولية بنتعامل مع ان كل دولة ولها يعني خصوصياتها في التعامل وده ساعدنا في ان احنا نقدر نتحرك ازاي في الملف ده يعني مثلا احنا لسه اعلننا من حوالي في 3 يوليو الجاري استرداد رأس رمسيستان تمثال رأس رائعة الجمال كان تم قطعها من احد المعابد في ابيدوس سنة من نهاية التمانينات وبداية التسعينات القرن الماضي ثم خدت جولة في قسير من دول العالم خصوصا في اوروبا الى ان وصلت الى سويسرا عشان احنا معنا اتفاقية مع سويسرا في مجالس ترداد الاثار موقع في 2010 قدرنا مع سلطات السويسرية نسبة حق مصر في القطع دي بس حلوة الحركة انت تعاد تمشي وراء القطع غطية على الدولة اللي انت معاك اتفاقية وهو ده ما احنا بنعمله ان احنا بنفضل متابعين كل قطع عشان كده بقول لحلالك معظم شغلنا احنا دايما ما بنتكلمش او ما بنعلنش غير لما انتهاء القضية حفاظا على سرية الاجراءات ونحن نسعى الى نجاح اي قضية من شغل وهي دي الدكتور الكلمة اللي الدكتور قالها بيقول لي وطبعا كلامه صحيح جدا ان فيه جهات اخرى بتعمل معاهم كوزارة اثار جهات امنية جهات معينة لان كل دولة لها قانونها وكل دولة ممكن ممكن الدكتور عشان بفاهم بس الناس ممكن الدكتور يقول لي دراتي معلومة عن دولة ما تسمعه بجد من بنامجة مصر الجميلة تاخد احتياطات طبعا فمالوش لازمة هو الدكتور بيتكلم عن النظام اللي هو كيفية تعديل القانون والعمل مع القانون الخارجي هو القانون الدولي طيب هو سؤال وهو نعتقد مش عارف هو يعني احنا زي منعرف اثرنا فين وازاي والحيطة المسوقة فين هل عن طريق لانا انا مرة اريت كده ان هو بتبقى فيه جزء منها طبعا جزء امن كبير جدا طبعا اللي هو بيتقال ان فيه قطع هنا فيه قطع هنا فيه قطع هنا وسمعت وعرفت برضه انه فيه احيانا مواطنين بيبقوا برة بيبلغ يجي ولك انه فيه قطع شفه وفيه حاجات كالسفارة او للدولة المصرية ازاي في الحقيقة طبعا زي ما كل اللي حضرك قلته ده طبعا حقيقية 100% ولكن احنا عندنا الادارة هي شغلها منترينج للعالم او متابعة كل ما يعرض في صلاة المسادات ما يعرض في مواقع البيع زي امازون وإي بي وغيرها ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ العالمية التعامل مع كافة جهات انفاذ القانون في العالم يعني كمان العلاقات الدولية في الجزء ده مهم جدا يعني جهات انفاذ القانون بيتبلغك كمان مهم قوي ان احنا عندنا الاتفاقيات السنائية اتفاقيات السنائية ما بين دولة ودول ما بين دولة ودول احنا مصر موقع اتفاقية سنائية مع الولايات المتحدة الامريكية تم توقعها في 2016 وتم تجديدها في العام الماضي لمدة خمس سنوات وضع قيود بص حضرتك اسمها على الاسم وضع قيود على استيراد وتصدير المواد الاسرية من وإلى الولايات المتحدة الامريكية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية دي مهم قوي ليه لان الولايات المتحدة الامريكية خمسين ولاية قارة تقريبا بحلها طبعا وبعدين فيها معظم الناس الاغنياء فيها متاحف كتير جدا فهي سوء كبير فيها أثار معروضة في ميادين فيها أثار كتير جدا فأننا أعمل ده كنا أول دولة إفريقية وشرق أوسطية توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة في هذا المجال طب إيه اللي نتج عندها استردنا آلاف القطع الأسرية من الولايات المتحدة الامريكية طبعا آلاف آلاف يعني هقول لسيادتك أن احنا استردنا خمس تلاف قطع أسرية من الولايات المتحدة الامريكية في عام 2021 ده لسة كمان من 7 طبعا طبعا آآ التبوط الدهب استردناه من الولايات المتحدة الامريكية لسة العامل الماضي استردنا 13 قطعة كمان من الولايات المتحدة الامريكية فالفكرة فكرة أن أنت كل ملف وكل بلد وكل حاجة بيتم التعامل معها بالطريقة المصلة ليه يعني ما ينفعش أننا reckonس حاجة على حاجة ياun لا لا يعني ما ينفعش التعامل يعني مش عامل الولايات المتحدة زي أي دولة تانية في أوروبا زي الدول العربي دولة ولها هذا وكل قضية ولها التعامل الفني معها وده اللي يخل أن مصر الحمد لله في هذا المجال خطوات كبيرة جدا دفع كثير من دول العالم إلى محاولة استنساق التجربة المصرية يعني عندي دول إفريقية بتحاول استنساق التجربة المصرية واستعداد أثارها الإفريقية التي تم تغريبها إلى أوروبا بعض الدول العربية تحاول استنساق التجربة المصرية دول أمريكا اللاتينية زي الإكوادور والمكسيك والشيليو وبيرو بيحاولوا يستنساخ التجربة المصرية لأن التجربة المصرية أتت سمارها في وقت قصير استرداد عدد كبير من القطع الأسرية ثم الحرفية في التعامل ده الخبرات لأن بناء كادر في هذا المجال صعب جدا لأنه بيحتاج وقت طويل وخبرات تراكمية عشان تقدر تبني كادر يقدر يتعامل في هذه القضايا طب هل ده يشمل عذرا للسؤال برضو أنا داية من الحاجات اللي أنا برضو يعني بقول لك كيف سيحصل وعرف أن مصر ممكن تتركها على سبيل مشترك أو إهداء أو مؤقت على سبيل الصداقة مثلا أنه في العديد يمكن الحضارة الوحيدة القديمة الوحيدة القديمة فعلا وحيدة اللي لها أثار معروضة في ميادين دول الوحيدة بلا استثناء بلا أي منافس تمام هل سهل أو هل ممكن مصر تفكر في إرجاع هذه القطعة الكبيرة المعروضة كآيكون في هذه الدول ولا لأ؟ أنا عندي حاجة اسمها الأولويات فقه الأولويات بمعنى يعني أنا لو عندي قطعة أثارية معروضة في صالة مازالات لو ملحقتش أخد إجرائي معاها وقدر أعمل حاجة تاهت تاهت هتروح فين؟ في مجموعات خاصة والمجموعات الخاصة ممكن ما تشوفهاش خالصة في أوروبا في حاجة اسمها المجموعات الخاصة أحد بيحط مجموعات خاصة في بيتهم فده عندي أولوية قصوى إن أنا باشتعامل معاها كل ملف زي ما قلت لسيادتك بيتم التعامل معاها ده لأن لو حاجة قدامي معروضة وأنا شايفها يعني مثلا لو أنا متابع قطعة موجودة في يعني مش عايزة في متحف من المتاحب مثلا أنا هي معروضة قدامي شايفها وكل حاجة مش معنى ذلك إن أنا ممكن أسيبها لأ أنا متابعها كواس قوي توصد وضعها آمن طب العربي كده أه لكن أنا أما الحاجة اللي بتتحرك أمتعوش هتروح في بيت مين كمان كمجموعة خاصة هو ده الموضع فعشان كده بقول لحضاك التحرك في الملف بيبقى ماشي بخطة سابتة وبطريقة معينة مع كل حاجة ولكن الحمد لله ممكن نبص للنتائج هتلاقي نتائج الحمد لله لحد كبير جدا مبشرة ومبهرة يا رب إن شاء الله خير كده ونسترد كل الأطار خصوصا العلمية كل حاجة اللي هي الإعجازية اللي براء بتاعاتنا دي اللي عايز يدرسها 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 طبعا يعني يتفضل أنا هقول لسيادتك على حاجة ممكن قبل ما نختم اللقاء مفيش قطع أسرية خرجت من مصر ما بين قوسين بطريقة غير شرعية إلا هو هتسترد آجلا بإذن الله أم عجلا بإذن الله ده وعد منا إن شاء الله بإذن الله وتمنى القطع الورتراك على ديتات الجرعة إن شاء الله إن شاء الله دكتور شعبان عبدالجواد مدير إدارة الأطار مسترد وزارة السياحة والأطار أشكرك جدا يا فندم شرفتنا جدا شكرا